نقلب معكم عددا من الملفات ونبدأ الحر الليلة من اندونوسيا خمس ساعات استغرقتها المحادثات التي جمعت وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين ونظيره الصيني وانج يي في بالي محادثات اتفقت طرفان على وصفها بالبناءة رغم أن بلينكين خرج منها ليعرب عن مخاوف واشنطن من السياسات الصينية فيما يخص ملفات عدة منها علاقة بكين مع موسكو وملفات تايوان وهونج كونج وحقوق الإنسان بانجهتها قالت الخارجية الصينية أن الوزيرين توصلها إلى توافق بشأن تحسين العلاقات على أساس المعاملة بالمثل والمنفعة المتبادلة كثيرة كانت الملفات التي طرحت على طاولة اللقاء النادر الذي أجراه وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين مع نظيره الصيني وانج يي على هامش بشاركتهما في اجتماع وزراء خارجية مجموعة العشرين في اندونيسيا فمن تايوان إلى أوكرانيا وما بينهما عبر الوزير الأمريكي على مدى خمس ساعات عن مخاوف بلاده في مخص السياسات التي تتبعها الصين موضحا أن المخاوف عميقة إزاء تصاعد اللهجة المستفزة لبكين وأنشطاتها تجاه تايوان والأهمية الكبيرة للحفاظ على السلام والاستقرار على جانبين مضيق تايوان كما دعا الصين للنأي بنفسها عن روسيا النقاش بالأمس سلط الضوء على أمور ملحة كان هناك تنديد من الدول لعدوان روسيا ودعوتها إلى السماح بخروج الأغذية من أوكرانيا إلى الأسواق العالمية وزير الخارجية الروسي سيريغي لافروف اختار أيضا عدم حضور الجلسة الخاصة بالأمن الغذائي وضرورة إيقاف الحظر على أوديسا بلينكين أضاف كثيرا في السياق أنه لا يرى أي إشارة على أي تعاون من جانب روسيا بعد أن واجهت سيلا من الانتقادات في محادثات مجموعة العشرين قبل يوم هذه هي المشكلة لا نرى أي استعداد من روسيا الآن للدخول في دبلوماسية ملموسة وعدد آخر من الدول التي تقوم بتنسيك وثيك معنا انخرطت مع روسيا في الأشهر السابقة وأفادت بالأمر نفسه ما من إشارات تدل على رغبة روسيا في اللجوء إلى الدبلوماسية أما وزير الخارجية الصيني فقد أعرب عن قناعته بوجوب الحفاظ على التواصل والتبادل الطبيعي بين الولايات المتحدة والصين نظرا لأهميتهما كدولتين كما قال يتعين على الصين والولايات المتحدة بصفتهما دولتين رئيسيتين الحفاظ على التواصل والتبادل الطبيعي ومن خلال الجهود المشتركة يجب أن نعيد العلاقات بين البلدين إلى المسار الصحيح ينبغي علينا أيضا أن نلتزم بمبادئ الاحترام المتبادل والتعايش السلمي والتعاون المربح للجميع والتي طرحها الرئيس شيء ويكتسب هذا اللقاء البناء بحسب تصريحات بلينكين أهمية خاصة بسبب تزامنه مع التحذيرات المشتركة التي أطلقها مكتب التحقيق الفيدرالي الأمريكي والمخابرات العامة البريطانية بشأن التهديدات الصينية وخطورتها على الأمن القومي للدول الغربية كما إشارتهما إلى اقتراب الغزب الصيني لتايوان وارتفاع مخاطر التجسس الاقتصادي الصيني على المؤسسات والأفراد الأمريكيين نضم إلينا عبر سكايب من واشنطن مدير الأبحاث في جمعية أوكسس لشؤون آسيا الوسطى التابعة لمعهد كيسنجر للصين والولايات المتحدة في مركز ويلسون برادلي غاردن وعبر سكايب من بيكين الباحث في شؤون السياسية والاقتصادية الصينية إينار تانجين مرحبا بكم أضيفاء الكريمين سيد غاردن أبدأ معك هل برأيك هناك خط ممكن ما بين بيكين من جهة والولايات أو واشنطن من جهة أخرى للوصول إلى حالة نائب النفس على الأقل عن الملفات التي تعتبرها الولايات المتحدة عدوانية تجاهها نعم أعتقد أن أمريكا الآن لديها بعض الأهداف المتضاربة أولوية الإدارة الآن هي بجمع الحلفاء لمعاقبة روسيا ومن هؤلاء الصين والهند وإندونيزيا ولكن ذلك أيضا يتضارب مع السياسة التي تريد أن تواجه الصين وهناك إحباط في هذا الإطار في باي جين لأن أمريكا تراها أكثر وأكثر كتهديد وطبعا إن أرادت أمريكا أن تعزز العقوبات على روسيا فهي تحتاج إلى دعم الصين أو نيات طيبة من قبل الصين وبالتالي يجدر أن تنفتح على الصين ولم يتوقع أحد في واشنغتون الكثير من الإنجازات في هذا اللقاء الصين لديها علاقات استراتيجية مع روسيا ولن تغير من وقفها حيال موسكو عاما قريب هذا يعني أنه لابد من موازنة العلاقات المعقدة للصين بين مصالحها الاقتصادية مع الغرب ومصالحها الاستراتيجية مع روسيا طبعا هناك أيضا حدود للعلاقة بين الصين وروسيا الصين مثلا لم ترسل الأسلحة إلى روسيا ولم تحاول على الأقل علنا أن تنتهك نظام العقوبات ونعرف لذلك أن أمريكا لا يمكنها أن تضغط على الصين إلى حد كبير سيد تانجل من جهتها ماذا تريد الصين من الولايات المتحدة في مقابل أي مرونة في المواقف والنقاط الخلافية محتكمة الخلاف أنا أتفق مع الزميل من واشنغتن الصين تريد وضوحا وتريد أن تفهم أيضا إلى أين تريد أن تصل الولايات المتحدة الأمريكية الصين تريد حوارا مع أمريكا حول المسائل المهمة مجموعة العشرين لم تنعقد فقط للتنديد بروسيا والكلام عن تايوان كانت هناك أوضاع أخرى أو مشاكل أخرى تتعلق بتداعي الأوضاع العالمية ومعاناة بعض الدول كسريلانكا مثلا حيث هناك نوع من الانهيار المدني من جراء الأوضاع الاقتصادية العالمية ففي هذا المجال لابد من التكلم عن الظروف الاقتصادية وعن أسعار الوقود وغيره هذا هو دور مجموعة العشرين مواجهة الأزمة الاقتصادية والمالية ولكن المجموعة الآن تتكلم من دون الوصول إلى قرارات عملية لأن مواضيع الصين أو تايوان أو غيرها تؤثر على هذه المجموعة والصين تريد أن تعرف تماما ما إذا كانت أمريكا مستعدة للتعاون والتفاوض حول أيضا تنظيم اجتماع في شهر 22 نوفمبر على هامش اجتماع مجموعة العشرين المقبل وهذه الاجتماعات ستأتي بعد الانتخابات النصفية الأمريكية وربما ذلك لن يسهل الأمور بالنسبة لأمريكا فأتفق مع زميلي أن الأسئلة هي أكثر من الأجوبة في هذه المرحلة سيد جاردن عندما يتفق الطرفان على أن المباحثات بناءة أقصد في لقائهما الآن للتو وزير الخارجية الأمريكي ونظيره الصيني فما الذي يعنيه ذلك؟ ما الذي يمكن أن يبنى على ذلك؟ الفريقان يتكلمان عن مفاوضات بناءة وهم يريدان المحافظة على الاتصال لتجنب أي صراع يمكن أن يحصل بين الفريقين أو بين الدولتين بما يعني أن أحد الطرفين مثلا الصين لن يقدم على أي أعمال من شأنها أن تؤثر أو تخرق هذا الجو البناء مثل تايوان مثل هونغ كونغ ملف حقوق الإنسان أليس كذلك؟ نعم المفاوضات البناءة هي حول المحافظة على الوضع الحالي من دون أي تغيرات تذكر في المستقبل والمحافظة طبعا على الحوار الفريقان سيستمران في التفاوض حول الشؤون الأساسية من حقوق الإنسان إلى التيبات وهونغ كونغ وتشينجانغ وكذلك الوضع مع تايوان سيد تانجين هل الصين مستعدة فعلا لعدم تحريك أي شيء في الوضع الرهن؟ في محطات سابقة كانت تصريحات الصينية تشير مثلا في مسألة تايوان إلى أن الصين هذه المسألة مسألة حيوية بالنسبة لها وستأخذ إجراء أنحيالها نعم علينا أن نفهم ما معنى الوضع الراهن أو الوضع الحالي هناك اختلافات بين الموقف الأمريكي الزميل يتكلم عن منظور أمريكا من منظور الصين لنتصور أن الصين ترسل المساعدات ربما العسكرية أو تمرر الصواريخ بين كوبا وأمريكا وتتكلم عن حرية الملاحة وترسل ليس فقط أسلحة ولكن أسلحة وليس فقط أسلحة دفاعية بل أسلحة هجومية يمكن أن تستعمل لمهاجمة أمريكا في هذه الحالة من دون شك أمريكا ستشعر أنها مهددة والصين تعتبر أن الوضع الحالي يجدر أن ينطبق على الفريقين وأمريكا يجدر أن لا تستعمل تايوان كمسألة تخصها وقد يؤدي ذلك إلى تصعيد وحتى إلى حرب تايوان هي جزء من الصين والجميع ترفى بذلك هناك اتفاقات أخرى ولكن اتفاقيات دفاعية والهدف هو أن تتقارب تايوان والصين وليس العمل من أجل حرب بين تايوان والصين فالأمر يتعلق بموقف كل فريق وما تراه واشنطن وما تراه باي جينغ على أنه الوضع الراهن سيد جاردن هل برأيك يمكن لمحدد معين أن ينسف كل هذا الوصف بالبناعة في مقبل الأيام يجري الحديث عن محاولة جال بكين مدينة لأي عدوان على دول لا تسيادة مثل الغزو الروسي لأوكرانيا فهل برأيك تطلب أمريكا أكثر مما يمكن تحقيقه في هذه النقطة فيما يتعلق بالوضع في أوكرانيا أمريكا تضغط على الصين لتندد علنا باجتياح روسيا لأوكرانيا وطبعا هذا غير محتمل لا أعتقد كما سبق وشرت الصين تريد أن تحافظ على العلاقات مع روسيا ولا تريد أن تغير من علاقتها الصين حتى الآن تبقى جانبا فيما تعلق بمسألة أوكرانيا ولكن هذا الدعم الكلامي لم يترجم إلى نقل التكنولوجيا العسكرية أو إلى انتهاك العقوبات الغربية بطريقة علنية أو واضحة فالصين تحافظ على استراتيجية كلامية لكي لا تبتعد عن روسيا ولتحترم العقوبات الغربية في الوقت ذاته وهو موقف مهم أما فيما يتعلق بطايوان زميلي على حق طبعا كل دولة ترى الوضع الراهن من منظور مختلف بالنسبة لواشنطن لا بد من المحافظة على الالتزامات الأمنية التي قطعت لتايوان وعلى استقرار منطقة المحيطين الهادي والهندي وطبعا أيضا الدولتان تقلقان هي لإمكانية الانزلاق إلى مواجهة وإلى تصعيد لذلك تفضلان الإبقاء على قنوات التواصل سيد تانجل ما المشكلة في أن تكون الصين منفردة بمسارها الخاص وقد لا يفسر ذلك على أنه طعن لموسكو في الظهر على سبيل المثال أم أنها مرتبطة جدا بموسكو إلى حد أنها لا تستطيع إنكار اعتداء على سيادة دولة حرة ذات سيادة التاريخ مضحك أحيانا بالنسبة للصين من الواضح أن الخبراء الأمريكيين بمن فيهم زعيم الـ CIA وهي المنظمة الأفضل تمويلاً في العالم وتطرح أسئلة من يتجسس على من ولكن كان واضحاً من أيام كيسينجر ومن قبل مسؤولين آخرين حتى من قبل جوزيف بايدن في من قبل أن يصبح رئيساً إن مثلاً بدأت بمواجهة الدب لابد أن يرد وكان هناك تصرفات كثيرة من قبل حلف شمال الأطلسي وعندما كنا نتكلم مع زملاء من الغرب كنا نسمع كلاماً حول انتهاء الحرب العالمية وحول التعاون وغيره ولكن في هذا المجال يريد الغرب أو أمريكا أن تكون شرطي العالم وذلك قد يؤدي إلى مشاكل مختلفة أشكرك كذلك تصرفات حلف شمال الأطلسي تزعج الكثير من الدول أشكرك جزيرة شكرة داقنا الوقت من فيكين إينار تانجن شكراً لك من فيكين إينار تانجن ومن واشنطن برادلي غاردن شكراً جزيرة لكم معا